الكلام اليوم اللي قال أكثرنا بأعتقد منهم شعيب لموزري بوثامر بأن الحكومة لم تتعهد بأنها ستوافق على الزيادات فبالتالي ليش نعطيها فرصة؟ الكلام صحيح أو لا؟ أنا استغرب اليوم من بعض النواب اللي قالوا أن التقارير الفنية يجب أن لا تتغير بين حكومة الشيخ أحمد النواب هذا قالوا أنه فيه تقارير فنية وهذه الوزراء تمشي لكن المفنيين هذا الكلام منطقي سليم لكن التقرير الفني اليوم اللي طلعنا عليه في الجلسة اللي مرفق في تقرير غلاء علاوة المعيشة الحكومة رافضة حكومة الشيخ أحمد النواب رافضة وهذا قال الأخ عبداللهب العيسى في كلمته رافضة كانت؟ كانت رافضة زيادة غلاء المعيشة والسبب كان أن هناك إقرار البديل الاستراتيجي وهناك قرارات لتحسين معيشة المواطنين التعهد اللي قال وزير المالية كان تعهد عام أن هناك تعهد وكان تعهد هذا تعهد مستحق لأنه قال بتوجيهات عليا من سمو الأمير ومن سمو ولي العهد وهذا اللي خلينا نحن اليوم نطمن أن الحكومة المستحيلة تخالف هذه التوجيهات وزير المالية طلع في جسة علنية اللي هو الأخ فهد الجرالله تكلم بكلام صريح قال في توجيهات من سمو الأمير ومن سمو العهد بتحسين مجموعة شرائح من المواطني فإحنا اليوم هذا التعهد طالما من القيادة السياسية إحنا ملطمنين أن هذا الأمر إن شاء الله رح يعني يحصل ورح يتم بإذن الله طالما هذا الأمر برعاية القيادة السياسية الشون رح يكون شون قرارات رح تكون إحنا رح ننتظر رح نشوف من الحين إلى تاريخ خمسة ثلاثة أضف أن اليوم مداخلة الأخ أسامة الزيت كانت مداخلة قيمة ذكر نقطة مهمة جدا قال لو أقرينا زيادة غلاء المعيشة بقانون رح تكون تكلفتها فوق المليار دينار لو أقرتها الحكومة بقرار رح تكون ثلاثمية وخمسين مليون لأن الحد الأعلى للرواتب اللي رح يأخذون 2500 دينار وما دون فالرواتب المتوسطة والمتدنية أو المحدودة تدخل هذه الشريحة اللي ظلمت فترة الماضية في شرائح خذت كوادر في شرائح خذت امتيازات في رواتب فلكية في الكويت سبب التضخم التضخم آثار منه اللي عان منها هل عانوا منه أصحاب الدخول العالية؟ ما عانوا منه اللي عان منه أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية هذه الشريحة اللي اليوم وجب عينا كنواب وكحكومة أن نحن اليوم نوقف مع هذه الشريحة هذه وأنا أعتقد هنا إحنا رح نصب الدعم في مكان الصحيح ومثل ما حصل أهوة في الرواتب متدنية للمتقاعدين نفس الشيء اليوم للموظفين العاملين بطاع العام والخاص